بسم الله الرحمن الرحيم موجز الأخبار من قناة السهيل أهلا بكم قال المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سامر الجطيلي إن أكثر من 120 جهة إقليمية ودولية ستشارك في مؤتمر المانحين لليمن الذي تستقبل السعودية يوم غد الثلاثة وقال الجطيلي في تصريح صحفي إنه من المنتظر طرح عدة مبادرات لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 لليمن والتي تبلغ تكلفتها ملياري دولار وأشار إلى أن بعض الدول أعلنت من الآن مساهمتها ودولا أخرى في طريقها للإعلان إلى ذلك أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان أنه نفذ 474 مشروعا في 21 قطاعا باليمن بقيمة إجمالية تجاوز 3 مليارات وخمسة ملايين دولار وذلك منذ إنشائه في مايو 2015 وحتى شهر إبريل المنصر أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهم مليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط جنوب السعودية وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الرقم تركي المالكي أن السمرار المليشيا الحوثية في إطلاق الطائرات بدون طيار والسدافها المتعمد للمدنيين والتجمعات السكانية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتأكيدا على رفض المليشيا لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية لمبادرة وقف إطلاق النار وأن مجموعة الانتهاكات بلغ أكثر من خمسة ألاف اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة استشهد ووصيب 22 مدنيا جراء قصف انشنته مليشيا الحوثي على حي سكني في الحديدة مصادر محلية قالت أن أربعة مواطنين استشهدوا أوصيب 18 آخرون أغلبهم أطفال بقذائف أطلقتها المليشيا الانقلابية يوم أمس على تجمع للشباب أثناء لعبهم في حي السلخانة بالمحافظة وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي قصفت الحي بقذيفة هاون الأمر الذي أسرع عن إصابات قبل أن تطلق قذيفة أخرى بعد أن تجمع الناس لإسعاف المصابين الأمر الذي ضاعف أعداد الضحايا أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن عن تسديل 13 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 323 حالة بينها 80 حالة وفاء وأربع عشرة حالة تعافي هذا وحذر البنك الدولي من السمرار لتدهول الأمن الغذائي في اليمن مع اتفاع أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وتسبب الأمطار والسيول في تعقيد الظروف الإنسانية والاقتصادية وانتهاء التسهيلات المالية المقدمة للسيراد السلع الغذائية دعت رابطة أمهات المختطفين إلى إنقاذ حياة المعتقلين في سجن بير أحمد بمحافظة عدن وقالت الرابطة في بيان إن المعتقلين يواجهون الموت البطيء بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتقليص الوجبات الغذائية فضلا عن انتشار الحميات والأمراض المختلفة داخل السجن وأضف البيان أن الجهات القائمة على السن تتعمد المعاملة السيئة للمعتقلين ولفت البيان إلى بلاغات تلقتها الرابطة من أهل المعتقلين تفيد بنية أبنائهم المسجونين تنفيذ إضراب شامل عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقونها وحملت الرابطة الجهات المسؤولة في السجن كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين داعيتاني للإصراع في إطلاق صراحهم جراء تفشي أنواع من الحمى والأوبئة المختلفة نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة